طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية اشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس اكو شيء او رحيل مفاجئ فقدان مريت بي او حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان او من علاقة لعلاقة او ممكن يكون اكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما احشى الطاقة العامة بس بصورة عامة اكو شيء لفت انتباهي فحبيت انه اقوله قبل ما ابلش بالقراءة بطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزاء اشوف او رحيل هذا الشخص المفاجئ او تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم الثقة بالنفس اكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني اثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله او مظهره بصورة عامة كله هو مقتنع به ده يحاول انه يغير من نفسه التغيير طبعا ايجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص اشوف ممكن اكو كلمة حشاها وهاي الكلمة هي اللي خلتكم انه تفقدون ثقتكم من نفسكم وتنقلبون رأسا على عقل مع انه برج الجوزاء مو من سهولة انه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس اكو شخص اما قال او اتصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما اقول شبه معدومة وانه ما مهزوذة فهو ده يحاول انه يجمل نفسه في سبيل انه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياته للاحسن لا وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية او تصرف هذا التصرف ينتبه الي هذا الشي غلط انا ركزت على هذا الشي بالبداية قبل ما اقرأ لانه بصراح الورقة شدتني يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليها كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انه اكو اوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما و جميل فاذا اكو احد قل لك هاي كلمة او ممكن يكون الطاقة بعده يعني هاسما متحققه ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكيو ياك هاي الكلمة فاذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حاتش او ما تصرف هذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت وراه بعدين انه هنا عندك طاقة مراقبة راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذب بياه فهذا شي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت لعب مو بيك انت مابيك عيب ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احكيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي دعونا نبدأ بالطاقة العامة ببرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك واني خلطت الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية شخص تحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته ان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن الحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي ويشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا سفن اف سورد مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراك الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخصه من الماضي ويطالع من حياتك سالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة جاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او دتمر بي حاليا فله السبب انت يعني سبحان الله هاي الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دا تحاول تدافع نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريدي طالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت ابطاقة الشفاء دا تحاول انه تستجمع نفسك ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت شنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت تتحارب هوايا تطريت تتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت شنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقل لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فالهسبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك وبكل لحظة اكو شخص راح يتركب حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا شوف فترة اخد فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هسنا فصلنا الوضع العاطفي قبل منهت الامري خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير تشنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه وشنت تشتغل اكثر من شغلة في سبيل انه يتوفر مصاريف البيت اذا شنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لانه قرار عامة فممكن يكون اكو رجال ايضا متابعين للقرار فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملي انت تتحاول تشتغل في سبيل انه اتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعد الظروف والحظر والمعرفة اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي دي يأثر على نفسيتك هو دي يأثر على بيتك على مصاريفك فدا اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هو قاعد اتفكر هو يتريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة احباط موضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت ما قاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار مازل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا نجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم باعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثرة عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انه تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انه اما انتي كنت حامل وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حمل الجديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله خير لا تخافون بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احد من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبينك كلام او ممكن هذا الاخ او مشارط اخي يعني شخص من العائلة ما اخذ منك حق او انه هو حاج عليك شي ضلم المهم قاعد اشوف انه الك حق يوم شخص من العائلة وانت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انه هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي ما اخذه من عندك ولكن هذا شخص اشوفه شوية كلامه حاد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان تخص نقول اوضاع مادية كورس يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضاع العاطفي حتى انا هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد اشوف انه انت دا تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك الزيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دا يحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون اياك دا يحاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص سيدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن 6 شهور ممكن 6 اسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت وردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضة عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برد الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الاغلب انت عارف وهنا عندي اوراقه انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسبه ويا عمره هو ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على نفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول اوه هذا شخص قاعد يحجو يا اوه هو هيتش هو هيتش شايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيق قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيق هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوفوا انه العلاقة ما لاتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة اما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عنده عنها حتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية لانه انا يشوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى الهو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا واتقنعون نفسكم انه ماكوش ينتهي هو دا يشوف انه ماكوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود والي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحجيوياك ويصالحك يؤثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مؤثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت متقدر تبدو يا شخص صغيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يم عبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو دا يحاول يوصلك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك الى فهذا الشخص اللي نرجسي لي موجوده اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة انا يقول انه التركة وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة ها سفاء تروى واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعدت ثقتك حب نفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا الطاقة اللي اذا تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوض فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتشي فريسة هي الطاقة راح تسحبه مرح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك راجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة او وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اليك عن قريب ففي حال اتواصل اليك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص قبل ما انهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعتلي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان وبرج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية اشوفكم بوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاج اللي قلتلكم اياها بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك مراح تلقي الخيار المناسب مراح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعدين تذكر بالناس انه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجب اهم شيء قناعتك انت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزاء سووا اللايك اذا عجبتكم القراءة تركوا لي اراءكم وبخانة التعليقات